سيكو يظهر اللي الناس بدي تتفق على رويحها من داخل لا لا ما نصورش هذو محسابات خطر ياسين براهيم سي عملها قبل قبل الانتخابات 2011 كان في الحكومة وكان ثم خطر الناس تنسى ما نفكروهم يسالش كان في الحكومة وكانت انو الاتفاق انو اللي بشي يقعد ما يترشحش استقال هو اشتر خطوة اشتر اثنية ما كاملهاش كل وبعد استقال طوي عملها مجديد يعني هو حساباتهم انو مهمش بيخذوا البيلان بتاع الحكومة الصيد والحكومة ذيل يعني اللي قاعد صاير لكله بيش يحاولوا انو يخذوا الغنيمة من السلطة لكن لمدا معين يحسبوها حسابات ما هو العمل اللي هو ياسين براهيم ما هو العمل؟ ما هو اللي قدم من اللي هو موجود عنده عام ونصف؟ اتفق مع بونك لازار اه نذكره ولا هو في المنهاج متاعه هو قاعدة موقعه حتى المنهاج متاعه وايه نذكره الناس تقول خوفتونا اليوم الصورة القاطمة ولكن ما نجمون نقولوا كان الحقيقة غير معناتها في الواقع الذى كان ينعيشوا فيه اليوم ولكن شو الحل انت خبث مبكرة سبقى القوانها يقالت حكومة الحبيب السيد والسطاف كامل شكون بشكون البديل حرفما حزب سيئسي توه مستعد للحكم وقادر على انو يحكم ويقولك البلاد ذي حتى نجي بالهشكون اليوم بالمؤشرات الاقتصادية وبالمديونية وبالاقتصاد الموازي اي واحد صعيب اليومش يخرج من الازمة المصحيح البلاد متغزابل والامل الموجود والبلاد ماش مستعصي على الحل وماش فيها شرفاء وفيها برشة ناس اللي النجم يتعاول عليهم وانما الناس هذوما يزم يخرجوا من قبضة الواحد ثني في المياه اللي موجودين واللي هما يقعدين يخدموا في مصالحهم الخاصة واللي هما مجندين كذلك من خلال مصالحهم الخاصة بيش يخدموا مصالح اجنبية كل حد اخذاء شيرة قاعد يخدم فيها اه انا الحل قد مراه قريب قد مراه بعيد لان الاصوات هذية اللي نتعال الناس الشرفاء اللي احنا نعتبروا راحنا منهم ماش قاعدة توصل للعبادة يعني النوم ثم عبادة اللي تحل وين تحل الوسيلة علامة اللي تحلهم موجودين ويسانسيتي عند سيجما كونسي وكذا والناس اخرى اللي حاولوا الالتفاف على الثورة الناس اللي جات حاولوا تستبهل التوانسا التوانسا بشي خليهم يخلصوا الفاتورة كاش المرة جاية يراهوا انا ما استبعدش لتكون فما مشانق فمت لابد من تنظيف تونسا تونس ملوثة ياسر فيها برشا ناس ملوثة ياسر برشا ناس تخدم ضد موصفة من اسماعيل وخاز ندار وكذا ما نعملوهم نخرجوهم من البلاد نخرجوهم من البلاد لو كان جات فما عدالة لو كان لا نحيوش الجنسية بالعكس يجب ان يتعقبوا يجب ان يتعقبوا يجب ان يتعقبوا يجب ان يشارات تواضحة تتعدى للناس هذية بش تفهم انه تونس هذية راهوا مش نمسح فيها سقيك وتعدى بلدية انجحوا في اقناع الميش احنا قاعدين نخدموا اعملوا البورتاباق وفكوا البلدية لا لا احنا قاعدين نخدموا مع صعوبة الاشياء احنا نخدموا احنا لحد اللي فات في الكبارية لحد هذا في المروج كل حدنا في بلاسا وفي استجمع سوق الاتغاء احنا مناظلين في الشارع في الشارع وقت يتعقوا الحزاب راقدة احنا نخدموا فرصة هذية احنا نخدموا هذا مش هذا الموضوع رغم انت عداوش في التلافز رغم اللي البساج في التلافز دون الافانتاج وقت لا حتى الراديونات الكبار موزيك ان انكن عندي ثلاث سنين ما حتيش فيها ساقي فانتا ذو ما يعني ناس حتى الراديوناتنا كبيرة نعم الراديوناتوا كبيرة وانا شرفني بش نكون فيه نعم هو كبير ويلا انتخندوا قني دي بعض المعشين وحيانا زيدا فهم بعض الناس تنفخ في صورة اشياء وبعد تظهر بالونا من الهوية يعني اللي خلق الحكايات الكبرى والي خلق الأسماء الكبرى لكلها زيدا ستسد لبخوبة جوند من قبل بعض الناس اكيد 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 مصالح مالية وراه المحطات هالية هي لخلقتهم وهي لانرفض فيهم هاتل وقت لتعتيه الامكانيات بش يخدم ويخدم بأريحية مش كبير الانسان اللي قاعد يخدم ويكابد ويناحي بالعظم مجهوبتيش دكتور دونك الحال فيش انه انتخابات سيبقى القوينة نعاودو شكل المشكي ونعاودو مرتين ما مش بتسلمو هذوم الناس ما مش بش يعطيوه السلطة ليفيدهم اليوم السلطة هذية مش بش يعطيوه يوم شوف عندهم الحق بش ما يعطيوهاش خطرهم منتخبين مطعن حتى 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 في نتيج الانتخابات وذيك الديمقراطية وذيك الصندوق اللي نحبوه اللي نحينا على خطر بن عليك مثلا حتى مشكل يواصلوا هكاكا وطور تشوف النتيجة متعكيش في حسبهم شعب التونسي نرجع الباناما بايبرز ولي قالوا عليها وانها لعبة سياسية ومعناها مختارة في الوقت وحكايتها اللي بغادي في سكورج لنا الضريبية موش جديدة ومعروفة من قبل لكن اختيار التوقيت وبروز اسماء دون غيرها دليل على انه فما لعبة سياسية وفما نيس كما انت تقول نيس في الواجهة ولكن نيس في الخافية قاعدة تختم ايه كيد تجد تأثير ذي على المستوى الوطني سوف تكوحكيو على اكثر من عشرين ناس تقريبا في الوثيقة المساربة والسيئة مشكلة تأثير مع الاسف يكون تأثير سلبي للناس الكل على خاطر الناس هذه اللي هي اليوم متهمة موجودة على الاقل في القائمات متع الاتهام بيش تنقص في المصدقية متع السياسيين اكيد لكن بيش سياسيين الكل يعني مايش بيش تفرق ما بيني وما بين الاخرين مايش بتفرق ما بيني وما بين السيدة اللي قاعد يعمل بيش حتى الناس كل في شكارة واحدة يقول كام سيسيين تونس شو اذاك هو توسي مع الاسف خفرت الناس الكل مع الاسف حط الناس كل شكارة والبحر الناس كل مع بعضهم مايفرقش الحم دونك اللي بيش يسير هو انه بعوزوف حتى كانوا صنى الانتخابات هذيك وبتصير البلدية بيش يسير عوزوف كبير عليها على المشاركة فيها ترشحوا على المشاركة بضبط بيش يسير عوزوف لانما الثقة فقدت فالاشكال هو انه قلنا انه متهدى البلاد بثورة حقيقية لانه الناس مايش حتى مارات حتى حل مجاز حتى حال قدش بتصبر يعني شباب ثم حتى لو كان وصلنا الى استحقاقات ايا كانت بيش تكون يعني فاقدة لتمثيلية انتاحها او للشرعية الحقيقية ما تشوفوشو انه اللي قاعد صاير في البلاد هذه تجمو تكون انتوما مستفيدين منه يعني الحزيب اللي ما كانتش موجودة وما تحرقتش يسير على السحة الوطنية اللي المواطن ينجم يعطش فيها ثقة ويقولت يا هذوما ينجمو يكونوا البديل هذوما مظهروش يسير على السوصر لانه في الصورة لانه راو ظهور برشا ساعات يحرق سيلوت في راو مش كان فما جوين بإيجابية خاصة في مرحلة كما هكذا اقتصاد معناها خايب ووضاع اجتماعية صعبة برشا ناس عاجز على إيجاد الحل رمبش الذر ما تصورش انتي تونسي ذكي على الاقل خطني نقول تونسي ذكي بشي عاودي تجد ثقة في الناس اخفقتوا مالاش حدش بش انه تعتياه البديل اول اشكال احنا نتمنعو انه تونسي يميز لكن علش نشكيو من جانب الاعلامي لانه الفرصة بش يميز بش عرفني انا بش عرفني اش قاعدة نقول انا كحزب كاتحاد شعبي جمهوري شنو عندي سلعة شنبيع هذا يزم ديني في المناسبة بش نتعدف بش يشوفوني لعبات بش يعرفوني مش يراني مروا ومبعد ينساني يوقع ثلاثة شهر ربعة شهر خمس شهر مش عاودي يراني مجديد هذا هو اللي المهم احنا واني سيد نخدمه على الميدان بوغ كومبلي سعود اغلاق لكن الميدان مش كافي بورجيبة لوقت اللي خدم على التصال المباشر كان في البلاد ثلاثة مليون تونسي اليوم عنا احداش مليون ايه 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 بش شاركو في الانتخابات البلدية اكيد اكيد احنا بش نحاول وشاركو في اقصى عدد ممكن من الانتخابات البلدية ثم الاستحقاقات الكل تهمنا اللي جاية احنا نتمنى انه بلادنا اه يرجع الرشد للناس اليوم هايبنين على القرار يفهموا انه مش ممكن انه يبنيوا تونس اليوم هوا فقط ايذن تونس تتبنى باخذ الاعتبار التوانس الاخرين اللي المصالح اليوم تحم الناس هذه القوانين اللي موجودة كل شيء قاعد يش بدل من يوم هما راو وقت لجي رئيس الدولة والدم زلم مشاحش بعد حدث بعد اللطنطان بتاعها باردو وجي انت تخرج وقت الناس تنفيك باش تطمن و باش تحكي انت تحكي على مصالحة تحكي على مصالحة ولا المرة الاخرى تحكي على نيداتون يعني انت اوت افذ ريكود يعني راو الباجي قيد سبسي قناه يعني الراجل الخارج المنظومة المشكلة على اقل ما يسعبش الامور اكثر الحبيب السيد يقول لي انتهى وفات موت صلحيته وانه لابد من اختيار الراجل الوطني اليوم يشد رئيس الحكومة تكون عنده توجهات اخرى خلافا التوجهات اللي ترضاها للبلدان الاجنبية هذين مهي من علينا والمنظمات مهي من علينا لابد اليوم من انه الرجع الروح على استقلالية متاعنا الوطنية متاعنا لو كان وقتها نعملوا الحركة هذي الولى ويتشكل تاقم ونقفو الكل الى جانبه والكل ندعموه تونس نجم تنساز الوضع على ذكر الدعم في سويل الخير الدكتور مرايحي الدعم ونقفو الكل قلت إذا ما تم توجيه الدعوة لحزبكم للمشركة في حوار اقتصادي اجتماعي والمقترحات اللي عندكم هذين موافقين معناها اقتصادي اجتماعي ما عاش تتحل مشاكل البلاد اللي وصلنا لها اليوم مش بحرات عليها عليها تتحل إذا كان اليد لابون فولونتين إذا كان الإيرادة موجودة إذا كان القلوب بالحق قلوب وطنية وإذا كان حطين مصلحة البلاد قبل أي اعتبار آخر عليش ما تتحلش تتحل تونس تونس تاقف تونس شامخة تونس حاجة عظيمة تونس راي مش أي شي مش أي كلام شكرا لك دكتور لطفي المرايحي شكرا على قبول الدعوة من عام الاتحاد الشعبي الجمهوري شكرا